بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحداث التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودراستها مرتبطة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الفرق ما بين التاريخ والسيرة إن التاريخ دراسة للأحداث لكن هذا الأمر مرتبط بجمعه يعني مثلا أقول إن احنا هندرش أحوال مصر في عهد الدولة العثمانية في عهد دولة المماليك فيه من شنة كذا لشنة كذا في القرن التسعتاشر يبقى دراسة التاريخ معناها أنا بعرف الأحداث بربطها بزمن بفترة زمنية معينة إنما السيرة معناها دراسة الأحداث مرتبطة بشخصية فأنا لما أقول أني بدرس سيرة عمر بن الخطاب أنا بدرس الأحداث اللي حصلت وارتبطها بسيدنا عمر بن الخطاب بدرس سيرة فلان في العصر الحديث يبقى سيرة هذا الشخص أنا بدرس الأحداث اللي حصلت وتأثرها عليه أو تأثيره هو عليها فدراسة الأحداث مرتبطة بزمن أو مرتبطة بشخصية طيب أنا بدرس الأحداث أعظم شخصية يمكن دراستها هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه خير الخلق لأنه خاتم الأنبياء التشكيك في الفترة الحالية حاصل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ هم بيحاولوا يثبتوا للناس أو يحاولوا يقولوا أو يشبهوا على الناس كلمة شبهة معناها أنه يرتب كلام كترتيب الدليل وبالتالي الكلام المرتب ده ممكن ينطلي على ناس كثيرة باعتباره أنهم غير متخصصين لكن أي شخص مدقق أو متخصص من السهل بالنسبة له أن يكتشف الزيف التزييف يعني بالضبط كده زي ما نقول أنه مش كل حاجة لونها أصور هي دهب فييجي واحد يبعلك يقول لك إيه رأيك في الحلقة أو الغويشة أو الإسويرة دي على أنها دهب وشوف دعيار كده وشوف وزنها فأنا عايز أبيعها بالمبلغ الفلاني أنا عايز فيه الغويشة دي 20 ألف جنيه فحضرتك لو شخص ناصح هتقوم واخد الغويشة دي رايح بيها للسائر تقول له لو سمحت افحص لي الغويشة دي وتم منها لي يقوم السائر ده مهمته أنه يمسك الغويشة يشوفها ويفحصها عشان يشوف عليها فيه الختم ده موجود ولا لا هي دي دهب ولا مش دهب وبالتالي أدي أول حاجة هيعملها يتأكد هي دهب ولا مش دهب تاني حاجة يتأكد هي وزنها كام تالت حاجة يتأكد هي عيار كام وبالتالي يصبح التقييم بالنشبات إلى ناشا أنا أقيم الكلام اللي بيتألن عن الشيرة ازاي والكلام اللي بييجي في الكتب أعرف أنه صح ولا غلط ازاي يا سيدة الأفاضل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بأمره بالقرآن وبالسنة يعني ايه يعني هو القرآن الكريم نزل يحكم في قضايا وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنة المطهرة جاءت تحكي أحداث حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلماء السيرة يرجعون أولا إلى القرآن الكريم ويرجعون ثانيا إلى السنة المطهرة فبياخد بمنهج القرآن الكريم وياخد بمنهج علماء السنة وعلماء مصطلح الحديث عشان يتأكد أن الرواية دي صحيحة ولا رواية موضوعة ولا رواية ضعيفة طيب قدامي عدد من الرواية أنهي رواية هي الأصح طب بيعمل كده ازاي بيعملوا عن طريق منهج علماء مصطلح الحديث يشوف الرواة صادق ولا كاذب ده مدلس بيدخل أحاديث وهو مؤلفها ولا الراجل ده إنسان صادق وثقة ويشوف درجة حكم العلماء عليه اللي هم أهل الصنعة نفسه ويقوم طلعلي على شبيل المثال إزاي أتكلم عن غزوة بدر بدون مرجع للآيات اللي في سورة الأنفال وبدون مرجع للآيات اللي في سورة آل عمران الله أنا هجيبي الكلام عن الغزو أمنين كيف أتحدث عن تحويل القبلة كحدث بدون أن أرجع إلى القرآن الكريم ما هو القرآن الكريم ناجل يحكيه للموقف ده فدي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو عايزة تدرس السيرة النبوية وشوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته كان بيعمل إيه؟ طب ما أنا من الشهل أن أرجع للقرآن الكريم فألاقي سورة الأحزاب ربنا بيكلمنا فيها وبيخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المواضع لما لقي فرضية الحجاب هي قبل ما تكون في السيرة طب ما هي جاد في القرآن الكريم وربنا بيقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الله لما ربنا يقول لهم كده يا نساء النبي لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ما هو ده؟ سبب الوقع اللي حصلت لما النبي صلى الله عليه وسلم أكل وبعدين حرم أكل العسل على نفسه وحصل مشكلة بينه وبين بعض نسائه يعني أقصد أنه السيرة التي بين أيدينا هي سيرة محققة ومنقحة ولم تثبت إلا عن طريق القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعلماء السيرة رجعوا الكتب الحديث أخذوا منها وبالتالي ثقتنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وثقتنا من قبل في القرآن الكريم وإيماننا بذلك هو انطلاق حتى نأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمحل الثقة وعلينا أن نتعلم لنقتديا من نبي صلى الله عليه وسلم وحتى يكون ذلك نبراسا يضير لنا الطريق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفردوس الأعلى إنه سميع خليم مجيب الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة